على الرغم من أنها تجيد الشعر والقصة إلا أنها اختارت طريق صعب جدا وحاجة غريبة وتخصص جديد ونادر ما سمعناش عنه كتير وهو أمن المعلومات كل أنواع تأمين المعلومات وفي مقدمها الشبكات دفل معينا النهاردة حاصل على الدكتوراء في أمن المعلومات من إنجلترا وعاشت هناك حوالي 13 سنة يعني إيه أمن المعلومات وإزاي بنأمن على المعلومات وكل المعلومات بتتأمن عليها بنفس الطريقة ولا لا ده نعرفه من دفتنا النهاردة دكتورة دعاء زيادة متخصصة في أمن المعلومات صباح الخير ونهارك سعيد صباح خير دكتور دعاء وفي الأول كده بس حابة أتعرف أنه أنت بتجيدي الشعر وكتابة القصة وأمن المعلومات هو تخصص نادر يعني مش موجود كتير ليه اخترتي أن أنت تتجهي أو تتخصصي في أمن المعلومات بالرغم أن أنت عندك يعني مواهب أخرى هو في البداية الموهبة ما لهاش علاقة بالتخصص ومش مرتبط ارتباط شرطي يعني مش لازم أنه الدكتور يبقى دكتوره بس فيه دكتور آه بيبقى دكتور فيه دكتور شعره فالبداية يعني موضوع أمن المعلومات ده طبعا آخر دراسة أنا قمت بيها أو درستها جت نتيجة لدراسة العلوم الحاسب أنا كان بنسبالي الحاسب فكرة جديدة جدا وأنا في مرحلة الثانوي تحديدا أنا تعليم حكومي فجأة صمموا غرف في المدرسة وقالوا ندي غرفة الحاسب وهيتطبق الكمبيوتر عليكم وكده فكان حاجة جميلة جدا يعني خلاص يعني هنتعلم كمبيوتر اللي بنسمع عنه وكده فلفت نظري التجهيزات الأوضع الكونديشن الموكت لدرجة أن هما كانت طلبة لما يجوا يدخلوا المعمل بتاع الكمبيوتر يقلعوهم جيزاً برا فإحنا استنينا في الجدول الدراسي معه بحسة الحاسب قالوا لأ إحنا أنا كنت في تانية سنوية فقالوا لأ ده يطبق على الدفع اللي بعديكم فكده فقدت الأمل تماماً عايزة تعرفي إيه اللي يحصل جوه أنا عندي فضول تانية سنوية تالتة سنوية أنا شايفة فيه قوضة حاسب اللا يعني فالموضوع فعلاً لما دخلت الجامعة قلت لأ أنا لازم أعرف إيه الحكاية وبدأت أتخصص في موضوع الحاسب الآلي الفضول قعد معاكي خطر طبعاً أنا الفضول فترة آه طبعاً فأنا قلت لأ أنا لازم أعرف إيه الحكاية يعني وليه الترتيبات طبعاً بعدين اكتشفت إن ده كله كلام فقط الجايزة من اللي برا دي كانوا بتحكوا علينا بقى فكان الموضوع بالبداية فضول يعني أصر انتباهي طريقة التجهيز والتعامل وقالوا إن الأجهزة حساسة وإن كل حاجة بتعرفوها من على الكمبيوتر وكل حاجة بتتسجل فعشان كده قررت إن أنا أدخل مجال الحاسب الآلي كوي هو ده اللي خلاكي مؤخراً إن أنت تفضل القصة الكوريز دي بتاعك أو الفضول بتاعك يفضل قاعد معكي كل فترة دي وفي الآخر تتخصص فيها وأتخص وكل لما أخذ أو أتعلم حاجة في الحاسب ألاقي في حاجة جيدة تطلع تشد انتباهي أكتر فأروح وأشتغل يعني وأشتغلها وأتعلمها كان عندك شغف وبداية حتي بعد التخرج من الجامعة طبعاً الجامعة ما بدوناش كل حاجة فبعد ما اتخرجت من الجامعة وسافرت سمعت عن شركات كبيرة زي مايكروسوفت مثلاً وكمبيتيا وسيرتي بورت ودي أكبر شركات في التقنية في العالم فبقيت برضو انترست دي إن أنا أعرف كل شركة إيه اللي عندها وإيه شروطها وإيه البرامج اللي بتقدمها فبديت أنضم للشركات دي عن طريق الاختبارات الدولية وصلت لمرحلة أن أنا خدت 24 شهادة دولية من الثالث شركات لحد دا ما قلت طب ما ناخد ماجستير بقى أو دكتورة ونكمل ونشوف بس هو واضح إن الموضوع ما بخلص لسه مستمر طبعاً أي حاجة تخص الكمبيوتر ما بتخلصش أبداً فمن هنا جاء شغل فيه موضوع أمن المعلومات وكده لأن دا لفل من مراحل تعليم الحياة طيب عايزين بقى نعرف يعني إيه أمن المعلومات وهل كل المعلومات ممكن التأمين عليها وهل كل المعلومات بيؤمن عليها بنفس الطريقة ولا فيه درجات للتأمين هو السؤال هنا حاجتين أمن ومعلومات أمن ووضحة جداً أمن طيب معلومات الأول عشان أعرف إيه هو يعني إزاي أمن أعرف إيه هي المعلومة المعلومات أنواع مش كل معلومة أنت بتحتاج أنك تأمينيها فيه معلومات عامة للكل وفيه معلومات خدمية وفيه معلومات زي ما احنا بنصنفها في العالم بتاعنا بنقول أن فيه معلومات عامة فيه معلومات موسقة فيه معلومات سرية فيه معلومات سرية للغاية كل نوع من أنواع المعلومات دي بيحتاج طريق التأمين معينة فالمعلومات العامة دي بتبقى متاحة لكل الناس وكل الناس تقدر تدخل وتعدل عليها وكل لما اختلفت درجة المعلومة ومستواها يختلف الدرجة السرية ففي ناس بتلاقي عشان تدخل على معلومة معينة بيلزمها مثلا كلمة سر او بيلزمها بطاق التعريف في ناس بيلزمها بصمة ايد بصمة عين على حسب في الغالب اللي بيحتاج تأمين عالي هي المعلومات الخدمية زي مثلا المعلومات البنكية زي المعلومات اللي هي الخدمات اللي بتقدمها الدولة عن طريق مثلا شبكة الويب عن طريق الانترنت دي لها الطرق للتأمين بتختلف غير المعلومة اللي موجودة على كمبيوترك الشخص تمام يعني دكتور دوحق فيه بقى دلوقتي الفضول بقى يعني انا عايزة اعرف ازاي بتأمينوا على المعلومات دي بسهل ايه الوسطة او بواسط ايه انتوا بتأمينوا على المعلومات دي عايزين نعرف عشان لو احنا حابين نعمل ده ان انا امين على معلومات مثلا عندي ولسه السؤال بقى اللي بعده بس بعد ما تجاوبيني كنت عايزة اعرف ازاي ممكن اخترق التأمين ايوه انا كنت برضو السؤال ده عايزة اعرف ازاي اختارك التأمين ايوه عندها شغف انها تعرف الحاكم ازاي ان انا عمال حاكم جاعة لكمبيوتر بس مش هيديه ابدا القصة اكيد المعلومات فيه معلومات شخصية على جهاز حاسب عادي وده انت عندك اللابتوب بتاعك انصحك باسورد للابتوب عشان انت كده بتمنعي غيرك انه يدخل علي لا يخترق اللابتوب فدي اول وسيلة من وسيل انك تأمين ان هي معلوماتك انت فانت الوحيدة المسؤولة عن ادخالها بعدين انت بتأمينيها بكلمة سار بعدين ممكن نقولك حطي برنامج حماية اي برنامج انت فيروس من اللي موجودين في السوق بيكفل لك درجة معينة من الحماية ان يمنع عنك ان حد يحط لك فيروس مثلا او يبعط لك رسالة مفخخة او كده فبننصح الناس دايما ما تستقبلوش ايميلات فيها التاتش منت من حد ما تعرفوه ده 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 المستخدم العادي في تأمين لمعلومات على يعني على مستوى اعلى زي المعلومات البنكية زي ما قلت زي المعلومات الخدمية زي لو حتى بيئة عمل فيها شبكة احنا بنأمنها بطريقة معينة بتحتاج برامج تجهة حد متخصص وفيه اجهزة اه فيه اجهزة يعني مثلا لو انا هتكلم بشكل عام عن تأمين المعلومات بيبقى فيه تأمين اداري بيبقى فيه تأمين فني وفيه تأمين قانوني ازاي بقى بعض ده؟ بصي تأمين الاداري فيه انت عندك معلومات هتدخليها على الحاسب الآلي اوكي؟ المعلومات دي هيقوم بها افراد لانا الكمبيوتر ده ما بطلعش عارف كل حد لازم يكون متخصص في امن المعلومات زي حد في المرحلة الاولى اللي بيقوم بعملية ادخال المعلومات دول اشخاص عادية لهم درجة من الموثوقية احنا بنبقى عارفين على حسب سرية المعلومات فانا لازم ابقى واثقة في الناس دي الناس اللي هتقوم بإدخال المعلومات ما يغيروش زي التاريخ زي عملية التاريخ ان يكتب التاريخ اه ان يكتب الحداس بعدين فيه تأمين فني التأمين الفني احنا بنحميه عن طريق السيستم بقى فيه اجهزة معينة احنا بنجيبها للتأمين فيه برامج بنزلها على السيرفرات عشان نأمن بيها المعلومات وفيه تأمين اللي هو التأمين القانوني وده اللي هو حماية الملكية الفكرية وكشف الجرائم في حالة ان حصل أتاك على معلومات مهمة انا كمسؤولة امن بحدد الأتاك ده حصل منين والساعة كم ومين اللي قام بي عن طريق برامج طبعا معينة بتبقى موجودة في السيستم طيب يعني انا عايزة عارف برضو انه الدرجات اللي حضرتك بتقولي عليها دي دي لازم دراسة طبعا طبعا اه طبعا تاخد وقت قديه لو حد عايز نهاردة يعرف يتخصص في قامل المعلومات هو حدريك قادتي قديه تقريبا يعني الدراسة يعني هو انا يعني انت عندك الجامعة الدراسة الأكاديمية اللي ما بعد الجامعة وبعدين ماجستير وبعدين دكتوراه وقعدين حنا نحن نحن بنتعلم ده كل ده اه عشان بتفضلي طول الوقت برضو على صلة بكل الدراسات دي ويوميا لازم اتابع ايه الجديد اللي بيحصل وايه الفيروس اللي نازل وايه اللي حكي الجديد اللي شغال وايه انواع القتاكس الجديدة لازم افجريد افجريد مجلية انا كشخص اول باول طيب كنا نايمة من اسمع ان مصر في حكومة الكترونية هل فيه في مصر فعلا عن حكومة الكترونية بجاوب صراحة طيب ضحكة مفخخة لا هو السؤال مفخخ لان ايه انا طبعا برا مصر بقى لي 13 سنة اخدتهم كده 13 سنة ما نزلتيش مصر في خلال الفترة ابدا اوكي اوكي فيعني معلوماتي عن مصر من ايام ما سبتها اول ما اتخرجت ايام القوضة اللي فيها ايام القوضة اللي حصل ان انا طبعا تابعت الحكومات الالكترونية في اكتر من دولة وكان عندي وكان عندي موضوع بحث عن الحكومة الالكترونية في الدول العربية خطي تلت نمازك الامارات والسعودية وتونس الامارات والسعودية عشان مستوى المتقدم جدا الحكومة الالكترونية هناك وتونس لانها اول دولة عربية دخلت الانترنت فكان لها الاجدامية فانتي عاوزة تتابعي من القديم للجديد ايه الفرق بين الاتنين الاول قبل ما اقول الحكومة الالكترونية مالها في مصر هنقول ايه هي الحكومة الالكترونية الناس دايما الناس متهيقلها ان الحكومة الالكترونية يلا دخل عنات وكتب على الموقع ان انت عاوز شهادة ميلاد طفلك هجيلك بالبريد كمان يومين اولا احنا نروح نعمل بطاقة فيجيبولنا بطاقة بلاستيك كده انا خرقت ايام البطاقة الصفرة اللي بتنفتح فالناس كلها تكره ان هو ده معناها دي حكومة الالكترونية دي خدمة دي خدمة بتقدمها الحكومة او السجل المدني لخدمة المواطنين عن طريق الويب دي انا مقدرش اقولها دي حكومة الالكترونية حكومة الالكترونية معناها ان انا هاخدها بشكل متسلسل كحدوتة نعرف يعني ايه ونعرف يموجودة انا مواطن عندي شهادة ميلاد هطلعها عندي ايه مدارس هدخلها فانا لما اجي اقدم على مدرسة مش هروح للمدرسة انا هدخل على الويب على موقع الحكومة الالكترونية اللي هي الخدمات هشوف قايمة بالمدارس هقدم في المدرسة هيقبلوني او هيسجلوني امتى هدخل المدرسة انا مش محتاجة الوقتي اروح وقدم اوراقي انا الوقتي تم تسجيلي في المدرسة دي النتائج بتطلع بتابع بعدين انا دخلت مثلا ادي اول خدمة عندي تعليم انتي بتسديدي فواتير مية غاز قهربة اه يبقى انا مش محتاجة اروح مكر او يخبط علي حد ده المفترض انا من على الموقع الحكومة الالكترونية خدمات القهربة بدخل بدخل بياناتي ببيانات الفاتورة او بس بداية بالرقم القومي ادخل بياناتي يلاقي عليك مبلغ كذا سدد فواتير كذا كذا انا كده ما اتحرقتش من مكاني انا دخلت مدرسة سددت فواتيري دي بقى الخدمات ما هي الحكومة الالكترونية في حاجة مهمة او جزء تاني انا لحظة انا لسه مخلصتش فيه جزء مهمة اوي انا مواطن ممكن يبقى عليها جنحة ممكن عليها جريمة ممكن يكون عليها علاقتي بقى بالاسم الشرطة بالقضاء هل عليها هل فيه الكلام ده لازم يكون مسجل ليه برا مثلا في بعض نمزج الحكومة الالكترونية النجحة برا ان انا لو مواطن وعلي حكم قضائي اسناء سفري اصلا ما فتطلعش اليه اذن الخروب ليه لان ده مسجل عندهم لو عليها دين او عليها قرد او عليها فاتور التليفون ما سدكتهاش هيقولك لو جات لي مخالفة عربية الكلام ده كله الحكومة الالكترونية الكلام ده كله بيكون مسجل فهي الحكومة الالكترونية حكومة خدمية توفر كل حاجة وانت موجودة انا عايز اعرف حاجة انا كنت بقولك دلوقتي يعني انه ازاي الناس بتعرف تعمل بتعرف تتخش تفك الشفارات والكود بتاع المواقع المهمة جدا عايزين نعرف ازاي ممكن الناس تعمل ده ازاي ممكن الناس تختارق كود او موقع من غير ما نعلمهم مش هنعلمهم لا تعليم ده صعب احنا عايزين قصة التعليم لا الترق ممكن اقول الترق بس انا هجاوب يعني تعطيبنا السؤال قبل كده هل في حكومة الالكترونية في مصر اعتقد الاجابة واضحة جدا انت لسه لحد دلوقتي بتروح الناس هتروح تطلع توكيلات عشان الانتخابات الرئاسة الجديدة وهتروح تعبي في دفتر عارفيني الدفتر هتاخد ورقة مكتوبة بخط اليد وعليها ختم فدي الحكومة الالكترونية طيب كويس جدا احنا صدنا المرحلة يعني موجودة خشي بقى على السؤال طبعا ان انا اعمل بيختلف يعني ممكن لو هو جهاز جهازك الشخصي وانت سايباه في مكان عام من غير باسورد ماشي انا هدخلها اعمل علي طب لو لي باسورد اه تاريخ ملدها اه طب بنتها اسم خطبها اه بنتها اعمل الجسنج خلاص وخصوصا لو الموضوع برسونال او لو انا عارف الشخص خلاص بيبقى فيه جسنج طيب لو هو جهاز في شركة هنا بقى بيبقى الموضوع فني شوية انا ببدأ احدد المنطقة المنطقة دي فين مفتاح السنترال فين السنترال اللي هو اللي بيقدم خدمة الهاتف اوكي فيه اي بي الاي بي بدأ برقمين اخام من التالت الرابع اذا ما كنتش انا موظفة من موظفين الشركة لو حد من بر ففيه برضو عملية الجسنج بيختلف على حسب المستوى فيه حاجة اسمها الانكرابشن احنا بنستخدمه في لغة اللغة اي معلومة بيقابلها يعني اي لو هافطرد حرف الالف له تشفير رقمي افطرد ثلاثة حرف الباق تشفير رقمي فرداً خمسة ففيه الناس اللي بيفهمه في التشفير او في الانكرابشن بيعملوا انكرابتنج للداتا ودول بيبقوا متخصصين اه طبعاً خلاص ففيه بيبقى فيه شغل متخصصين فيه شغل برامج برنامج يكشف لك الجهاز انا اه انا عاوزة بعتلك ايميل فبعتلك رسالة لطيفة كده كل سنة وانت طيبة وفيها وردة وابتها وفيها فيروس بيبقى الفيروس ده عبارة عن ملف تنفيذ معمول امتداده اي اكسي اي مجرد ما تفتحي الايميل انت قلت له اشتغل فهو تنفيذي فبيشتغل وبيبقى عندك بيبقى كمنفذ او كسقط اي حد يعرف لا مش اي حد اه ما بيبقاش اي حد الناس الانترستد اه ناس الانترستد اه هو اللي بعت الرسالة هو اللي يعرف اه مش لازم يبقى خريج جامعة عشان يبقى متخصص هو انترستد او بفكرة دكتور دعاة في عدد كبير جدا من البحثين في مصر بدليل انه يعني بياخدوهم برا وبيعملوا احنا عندنا مشخلة في البحث العلمي ايه المطوط للنهوض بالبحث العلمي في مصر بص مخصوص البحث العلمي انا مش هتكلم عن الناس اللي برا مصر ما كنت واحدة منهم خلينا نتكلم عن الناس اللي جوا مصر احنا عندنا في مصر اكتر من 15 الف بحث في الوزارات والهيئات الحكومية خلاص الناس دي بتقوم ببحث علمي جاد مصر مصنفة دوليا الدولة رقم 40 على مستوى العالم بالكوادر البحث العلمي اللي عندها فانت واخد رقم احنا دولة نامية اش عاوز اقول نامية فانت واخد رقم 40 ورقم مش قليل خلاص طيب لما صنفنا بقى عالميا احنا ايه المفروض البحث العلمي ده له مخرجات المخرجات دي بتأثر في الكاميونتي في المجتمع اللي حواليك احنا استفدنا بقى من المخرجات دي ازاي وتصنفنا احنا تصنفنا الدولة رقم 113 من 144 مدى استفادة فان يكون عندي كوادر وعقول جو البلد بتشتغل معناها انها ايه طاقة معطلة بصي احنا ما عندناش احنا ما عندناش يعني احنا عندنا عندنا كوادر احنا ما عندناش شعب غايب احنا عندناش شعب مغيب ما عندناش شباب عاطل احنا عندناش شباب معطل انت عندي كوادر وبتشتغل ومع ذلك المخرج المجتمع به مش 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 يا طب معنا ان احنا عندنا الشباب وعملين يعني العدد الكبير من الابحاث دي يعني منستهل بقى ان احنا نتحول لحكومة الالكترونية اه طبعا انت موضوع الحكومة الالكترونية اه هيعتمد على وعي وهي المشكلة النسبة عندها وعي وثقافة عن الحكومة الإلكترونية ناس وعية وعندها ثقافة عن الحكومة الإلكترونية بس الفارق المضحك أنه مفيش حكومة فأنا محتاجة بنية تحتية يعني مش معقول هتدخل سجل مدني وتلاقي الموظفين قاعدين بدفاتر أو هيئة المية أو هيئة الكهرباء هتقديمي على عداد أو هتسديدي فاتورة والدفاتر أو هتروح تعملي توكيل والموظف لسه عادلك بدفتر والله يبصي هو الموضوع طويل وكبير جدا ومحتاج أعداد كتير محتاج جهات معنية هتبدأ تفع فعليا في تطوير الموضوع في وجود الموضوع من أساسه أنا بشكرك جدا على وجودك معنا نهاردة يعني يا رب إن شاء الله يكون معنا لقاء آخر قريب عشان نقدر نتكلم باستفادة عن التخصصات اللي احنا تكلمنا عنها نهاردة بشكرك جدا دكتور رعاء على وجودك معنا طيب هروح لفاصل نرجع مرة تانية مشاهدين نكامل باقي فقراتنا في نهارك